طيب من النادي لنروح لاتحاد الكورة مبارح كان فيه ازا ما اتكلمنا مع حضراتكم في اجتماع كان للجنة السلسية مع اندية الدور الممتاز الاجتماع اصفر عن عدد من التوصيات يعني مش قرارات لكن توصيات لقواعد الموسم اللي جاي ان شاء الله اللي بيحدد عدد اللعيبة الاجانب بخمس لعيبة دون تصنيف يعني دون تصنيف يعني نتكلم على اي خمس لعيبة وكمان او تحديد مراكز يمكن بعدم تحديد مراكز هنتطرق البيت الكبير ان كمان عودة حراسة المرمى او حرس المرمى الاجنبي وعودته للدور المصري كمان اتكلموا على تثبيت فترة القيد الشطوية في شهر يناير والمشارقة في مسابقة الناشئين كمان يعني في القسم نفسه يعني نتكلم على مسابقة الناشئين في القسم نفسه اللي هو في الدوري الممتاز اللي فريق الشباب بيشارك في نفس الدوري اللي بيشارك في الفريق الاول كمان اوصت اندية القسم الاول على تأجيل تشكيل رابطة المحترفين للسنة اللي جاية ودي برضو سؤال حيطرح نفسه من خلال ديوفنا وطلبه من اتحاد الكورة العمل على ايجاد بديل لو في مشكلة اتعرضت تاني للبار هيكون ايه بديل يا طرى هيتلغي البار في خلال الفترة اللي جاية وحنشتغل بدون البار لغاية ما نقاهل نفسنا ده سؤال كمان حنترحه على ديوفنا النهاردة وسؤال ان شاء الله تعرفه اجابته من خلال يعني تواصلنا هنا في البيت الكبير اكيد النهاردة طبعا كان فيه شرح يعني مطول جدا خلال الاجتماع ده عن اوضاع المسابقة اللي بتهم الاندية المشاركة في المسابقة كمان احمد مجاهد بيقول ان اتحاد الكورة بيتمنى لو ينتهي الموسف فيه منتصف يوليو الا طبعا انه ده عدم يعني وجود سوى اربع مباريات سوى سيارات فقط بس سيارات للفار اربع سيارات كبيرة للفار لتقنية الفار اربع مطشط فقط فطبعا ده يعني هيكبرهم على اقامة مباريات يعني كل جولة على ثلاثة ايام وبيشير طبعا الى انه هذا القرار الخاص بعدد المصابين بفارس كورونا من كل نادي بهدف طبعا ان انت تتيح الفرصة النهاردة قدام اندية تانية فوجت بوجود اصابات بين الصفوف الصفوف فريقها هو طبعا ترتيب الاوضاع بشكل كبير جدا الزروف طبعا اللي يمر بيها لكن خلينا نتكلم ايه المهم كمان واللي هنقشوا في البيت الكبير انه قطتين المهمين جدا هو عودة خمس لعيبة لمحترفين في الدور المصري وعودة حراسة المرمى او حارس يقدر اي نادي يجيب حارس مرمى وده ما كانش موجود هنشوف ايجابياته وسلبياته ان شاء الله من خلال ديوفنا ومن اشيتهم